السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وداري معهين تمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن احوال اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم طبق اللي يجي صراحة الديد بالحم يجي مدغمر والديد بثاف رغم انه بلبسة بلبسة ديال المكونات لا تكتشف معي كل شي في الفيديو لذا ندوزوا بسم الله على بركة الله للمكونات اول حاجة عندنا الحم استعملوا الحم من اي جهة تفضلوا يعني ماشي شي جهة معينة المهم ان الحم دائما كيبقى على حسب الافراد الاسراء ديالكم الكيميه عندي جوج معلقة الزبدة اللي يكون كبار عامرين عندي خمسات الفصوص ديال التوم بالنسبة لها الكيميه اللي هندير انا ديال الحم معي القادس من اللي تكون صغيرة من كترش بثاف والملحة دائما لحسب الضوغ عندي هنا كأس بالعبار ديال كأس العنبا ديال الما غي باردة عادي والكامون اول حاجة كان اخدو ذاك اللحم انا عندي اللحم يعني كونج لي ماشي ضروري كونج لغي انا خليتو هكا يتلقش شوية وباقي ما اتلقش تماما وقد ندير ديال معي القادية السمن لكن عندكم هكا السمن اللي يكون حار بزاف من احسن ما تكتروش ديروا كيميه اللي تكون قليلة دوك جوج مع القادية للزبدة نحاول انني نوزعهم هكا في طنجرة ديالي ربما فيه لازي 3 حاجة غي ديك الزبدة هي تخلي ديك الضغميرة و تخليها كواقفة وزوينة بزاف ودك السمن صراحة يعطي مضاق لكي يكون لديد ندير الملحة دائم الملحة لحسب الدوق ديالي لكم من بعد ركا تدوقوا و تزيدوا غير الاهم انكم مطيبوش لحم ديالي لكم السوس باش مكي يجيش باسل كندير ذاك الكأس ديال نحاول انني كنخلط طنجرة ديالي هنا مزيان هدي نصدع ليها ونديرها على عافية اللي تكون مهيلة بزاف ندوز هنا ضروري ما غدي نقدم طبقة ديالي مع شوية ديال الخوضر خديتها هنا وغدي نشويها من بعد غدي نقطعها بعد ما نقيتها ودرتها في مقيلة يعني تكتوكا او زعلوك المهم كانت تعطيتكم هاد الاقتراح فتح ديالي عيد وما كنا نشكملنا المكونات كل هدي لتكتوكا كنت لكم يعني حتى يبقى الغضلية كان ديال كيمياء الاخرى ديال المكونات الاخرى عفوا لهذا غدي نكملها معكم هنا بعد ما اقطعنا وموتا نغسلهم كان ديف هنا معلقة صغيرة بزاف بزاف وماشي ضرورية بالاختيارية ديال السودانية معلقة ديال التحميره صغيرة لحسب الكمياء اللي درتون تومها عندي هنا الكامون شوية ديال الفلفل اسود ومعلقة ديال التحميره زيت الزيتون ضروري في الوصفة يعطيها لده احسن كي صراحه كتجيبنينا اكتر غدي ندير هنا جوجد فصوص ديال التوم ودرت القصبور حبوب من الطحون اللي بيتوا تستعملوا ترى يمشي مشكلة امكان يقوم انكم تضيفوه انا فضلت انه يندير هكام القصبور اللي كيكون هكام طحون لانه بقي جديد سوف نحاول انني كنخلط العناصير مزيان على عفية اللي كتكون مهيلة ومع التحرك المستمر وكيحاول انني دائما كندير بحل هاد الحركات والتكتوك اوزع لك باش هكا كيحاول انه كيجي مقد وكيطيب هكا كطيب واحد وكيزيد كيطلق لده يالو يعني ضروري كتبقوا هكا مستمرين ولا عفية اللي كتكون مهيلة كيجي صراحه تلديد وكيجي بنين بزاف بلا ما تطيبه في الكوكوت بلا والو صراحه هذا اللي كيجي مشوي راه كيجي لديد حسن من ذاك ديال الكوكوت اللي كيجي سريع يعني هذا كيجي لما داك دياله مغاير خصوصا من الليين نغسلو الخضار هي اللولا عاد كنحاولو ان انا كننقيوها ونديروها زعلوك واسكسوك حسن انكو ما كتزغسله باش تبقى ديالك رائحة الشيواء نحاول انه نحل عليها بعد مداز 41 دقيقة على عفيه شمعه يعني ضروري تكون عفية مهيلة تماما كنقلب الحم كيكون 70 في المياه طاب يعني مطابش تماما دا باشنو غادي نضيف غادي نضيف الكامون يعني الكامون ما نضيفه شمعه نضيفه شمعه القديل الكامون وعلا حسب الكيميات الحم اللي تديرو انتوما يعني عينكم ميزانكم مهم كتجي فيها كطيب الكامون كتير خصوصا الكامون يالله طحنتوه راكي يعطي مدق لي كيكون حسن اكتر سافي غادي نضيف نجرة ديالي ونبقى هكا على عفيه مهيلة حتى كتدغمر ليا ديالك المريقة وكتتعلك لي وكتجي واقفه بالنسبة لده باملي كان ديرو الكامون حتى كيكون قرر بيطيب تماما هنا يمكن لكم تديرو هكا شوية دياللوز تحمروه وتقليو يمكن لكم ديرو الان ناس تعسلوه ترافقوه مع ديالحم اللي بغيتو انا فضلت انني نخليها كاك وصراحة جالديد هنا نحاول ان ناخد طبصل ديالي ونقدم الطبق بعد مما يكون طاب يكون طاب ولينا الحيمات ضروري ان العافية تكون مهيلة باش ما تتكترووش لما ذاك الكاس غادي يطيب فيه وتيبقى على حسب الحم لكان عندكم الحم اللي كبير وما تيطيبش ضغية اكيد كان اكد انه ضروري ما تديرو الماء اكثر وثانيا لحسب الحيمات يعني كانوا صغار ضغية كيطبوه قطعتوهم صغار ضغية كيطبوه تقطعو هكا الحم اللي كيكون كبير بزاف اكيد راح تهو كتضيفو الماء اكثر لانه كياخد شوية الوقت في الطياب هدا هو زعلوك وزكتوك اللي قدمنا هكا يعيد النخليط ما بينزعلوك وزكتوك صراحة كيجي الماداق ديالهم زوين قدمتهم ممكن لكم تديروها كسلطة كيبقى لكم اختيار لحسب افراط الاسرة ديالكم واش كيبغيوا ولاحظوا الملاقات ديالنا كيكتجي كتجي كتجي خاتر وكتجي صراحة معلكة وكتجي واقفة يعني كيجي هالطبق الديدي ممكن لكم تقدموه حتى الضيوف ديالكم وتقدموه كمعة شوية ديال كامون إلا بغيتو تديرو من الفوق وماشي ضارورين إنه في ديك الطيبة ديال كامون نتمنى الوصفة إنها تنال الإعجاب ديالكم وطرقكم أكيد باش تخليولي دائما للايك والتعاليق لدائما كتحفزني غادي ناخد واحد ورق المطبخون مسحة كالتبصيل من الجناب باش كيجي الطبق ديالنا مقاد قربت لكم التبصيل باش تشوفوا كيكتجي ديك المريقة كيجي مضغمرة ووقفة بلابصلة بلاكترة التوابل وهدي هي تكتوكا ديالنا خليتكم على خير وخليت لكم الراحة إلى فيديوهات قادمة بإذن الله وصفات جديدة بإذن الله مع السلامة تحياتي لكم شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة